اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرسل فيه عبرز ما كتبت صعف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل نبدأ وإياكم من كتابات حيث جاء هذا المقال توزعت الأرزاق على النحو التالي لأمريكا حق النقد ولإسرائيل حق الانقضاض وللعرب المسلمين حق الأنقاض كما يصفها الشاعر العراقي أحمد مطر لم يحصل العراق وشعبه سوى على الانقاض وجثث أبنائه التي مدت فوقها أنابيب النفط لتوفر الدفع لمن كانوا السبب في خرابه وتدميره هكذا كتب سمير داود حنوش في مقال نشره موقع كتابات مشاهد الأنقاض وصور الاحتلال القاتمة والفساد وتدمير بلد وحضارة وإبادة الشعب ولا زالوا يتحدثون عن السيادة فأي وقاحة واستخفاف بالعقول حين يصفون هذه السيادة وهم الذين يحجون إلى مقر السفارة لتقديم فروض الطاعة والولاء وتلقي النصيحة من أصغر موظف يعمل في مقرها منذ أول سفير حطت أقدامه أرض العراق وهو جون نيكروبونتي عام 2003 وبعده محاولات السفير زلمي خليل زادة من خلال وضع وصايته أو بصماته في الدستور العراقي الذي كتب عام 2005 مع ما تضمن كل تلك الألغام التي وضعت في طريق النظام السياسي العراقي وما سببت من فوضى والتناحر واختلاف على بنوده ما زالت منظومته السياسية تعالي من تبعاته حتى كتابة هذه السطور قرر مجلس الشيوخ الأمريكي في أذار الماضي بتعين السفيرة دي فوق العادة لبلادها في العراق ألينا رومانوفيسكي يحمل الكثير من المعاني والرسائل التي تنوي الإدارة الأمريكية إيصالها من خلال هذه الموظفة التي عملت ضمن وكالة المخابرات الأمريكية CIA والسفيرة السابقة لدولة الكوي فالمتعرف عليه في كل العراف الدفلماسية والبروتوكولات والمواقف الدولية والمعاهدات وسياقات احترام إرادات الشعوب أن صلاحيات السفير تقتصر في إدارة شؤون بلاده ومواطنيه في رحاب الدولة المضيفة وأن لا تتجاوز هذه الصلاحيات جدران السفارة أو الشارع الذي يجاول ممنى السفارة لكن يبدو أن مفهوم السيادة لدى البعض من ساسة العراف بمن سمح أن تتجاوز صلاحيات السفير الحدود إلى أدق التفاصيل في النظام السياسي ومحاولات فرض الرأي والإرادة ومن كتابات تنتقل وإياكم إلى المدى يقول الكاتب علي حسين لا أفهم كيف لنائب يصر على أن يصور للناس أن البلاد تنتظر أن يشكل مجلس أعلى للقبائل والعشائر مهمته القضاء على العادات والتقاليد السيئة بينما الناس لا تشكو من الحلال أخلاقي وإنما تعاني من مظاهر اللصوصية والقتل على الهوية واحتقار المرأة والرشوة وسرقة المال العام والانتهازية وهي قيم وتقاليد يسعى البعض لترسيخها بقوة في المجتمع إن المشهد أيها السيدات والسادة يبدو مثيرا للدهشة حين يطالب بعض النواب بضرورة تشريع قانون المجلس الوطني للعشائر لتهذيب الأعراف الطريقة على المجتمع العراقي ولكي يكتسب ما ينظمه المجلس صبغة قانونية للالتزام بما يصدر عنه في القضاء على العادات السيئة والتقاليد السيئة لعل هذا الاستغراق في الحديث عن الأخلاق والعراف يشعرك وكأن العراق تأسس عام 2003 وأن السادة النواب كان لهم الفضل باكتشاف هذه الرقعة الجغرافية التي وجدوا على سطحها أقواما وقبائل متوحشة كانوا ينتظرون أن يأتي إليهم الفاتحون الجدد بكل أسباب الرقي والتحطر ولعل حديثا من هذا النوع في عصر المنجزات العلمية الكبرى يهين عقلية العراقيين ويسئ إلى العراق في الوقت ذاته ذلك أنه يحمل اعترافا ضمنيا بأن هذه البلاد لم تهضم الحضارة برغم مرور آلاف السنين على بزوغ القوانين والكتاب على سطحها وأحسب أن مطلقي هذه التصريحات الكوميدية يدركون أن قيم هذا المجتمع ظلت رسيخة في أعماق النفوس حتى خرج عليهم أمراء الطوائف وصبيان الساسة فانقلب الحال وأصبحنا نسمع دعوات لعلال مفاهيم العشائر بالثأر والقوامة وانتشار السلاح المنفلد ومعارك القاذفات والرمانات في ظل غياب كامل للقانون الرادع لمثل هذه السلوكيات وصراع سياسي على المناصب والمنافع لقد كان المالكي صاحب الريادة في إشاعة الروح القبرية ولعل الذاكرة ما زالت تحتفظ له بالصورة الشهيرة وهو يوزع المسدسات الفاخرة على البعض من رؤساء العشائر ويدعوهم فيها لفرض القانون على طريقتهم الخاصة وترهيب كل من تسول له نفسه التفكير في الخروج على مسروع دولة القانون أو الاقتراب من أسوار الحكومة نتصفح في رأي القدس تتساءل صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها لماذا اغتالت إسرائيل شيرين أبو عاقلة يأتي اغتيال شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة جزيرة في فلسطين كذروة تصعيد كبيرة من قبل إسرائيل ضد صحافة العربية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارا لنهجها ضد الصحافة عموما والإعلامين الفلسطينيين خصوصا لم تكتفي إسرائيل بقتل المراسلة الشهيرة بدم بارد مرتكبة كما قالت الجزيرة في بيانها الرسمي جريمة مفجعة تخرق الأعراف والقوانين الدولية بل إنها في سعيها للتنصل من مسؤوليتها عن الاغتيال تريد ارتكاب جريمة أخرى بل جرائم أخرى بالادعاء أن شيرين أبو عاقلة قتلت نتيجة نيران عشوائية أطلقها المسلحون الفلسطينيون المراسلة التي يعرفها عشرات الملايين من المشاهدين التي خسرتها عائلتها الصغيرة والكبيرة هي الآن في مشرحة بانتظار تسجيتها في كفل وتشيعها في جنازة وطنية تليق بها شيرين العارف بألاعيب الإدارة الإسرائيلية والتي تعرضت لعدد لا يحصى من أشكال المراقبة ومحاولات الاعتقال والتضييق عليها من قبل الجنود والمستوطنين الإسرائيليين تقوم هذه المرة وبطريقة فريدة من نوعها بإعداد تقريرها الأخير عن وفاتها شخصيا ربما لم تتمكن شيرين والمنتج علي السمودي الذي كان قربها وأصيب بإطلاق النار عليه في الضهر من التقاط صور عناصر الأمن الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عليها لكن تاريخها المهنية الطويل حافل بالكثير من الشهادات التي يمكن استخدامها لكشف المجرمين الإسرائيليين الذين قتلوها وتفنيد خبط الدعاية الإسرائيلية اللئيمة التي تريد تحميل وزر اغتيالها للمدافعين عن مخيم جنيد وعنها تحدثت أبو عاقلة في مقابلة خاصة أجرتها معها الجزيرة عن أسباب استهداف سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي لها ولزملائها من الصحفيين وأشارت إلى أن تلك السلطات تقوم باستهدافهم عبر الإدعاء أن وجودهم في الأمكنة التي يفترض أن يوجد فيها الصحفيون هي خرق أمني وهو ما يجعل توقيفهم واستهدافهم بالقتل كما حصل فعلا معها منعا لهذا الخرق الأمني نطالع في الجارديان قال مراسل صحيفة الجارديان في شرق الأوسط مارتين شولوف إن الصحافية الفلسطينية الراحلة شرين أبو عاقلة كانت صوت الأحداث في فلسطين وقال إن آيات التقدير والثناء كللت للصحافية الفلسطينية العاملة في الجزيرة والتي كانت مرجعية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقتلت اليوم الأربعاء برصاص جيش الاحتلال في مدينة جينين شمالي الضفة الغربية وقال شولوف إن أبو عاقلة كانت مراقبة مخضرمة معروفة في كل أنحاء العالم العربي كصوت له مرجعيته بالمنطقة في أكثر قصة مثيرة للخلاف والجدل بحسب قوله الصحفية البالغة من العمر 51 عاما وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية غطت الأحداث في كل منطقة ساخنة بالضفة الغربية المحتلة والقدس على مدى العقود الثلاثة الماضية حيث تنقلت بين الطرفين ونقلت قصص الفلسطينيين والإسرائيليين من بيوتهم وميادين الحرب ومكاتب الزعماء كما غطت الانتفاضة الثانية وحصار إسرائيل لجنين عام 2002 ووفاة ياسر عرفات عام 2004 وعددا كبيرا من المداهمات وقالت تمارا رفاعي المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كانت شيرين صوت ووجه الأحداث في المناطق الفلسطينية لم يكن ممكنا متابعة الأحداث بدون سماع أو رؤية تقارير شيرين هي في الحقيقة جزء مهم من القصة الفلسطينية وحقيقة أنها غطت الكثير من الأحداث العاصفة بدون أن تصاب بأذى تجعل من موتها اليوم صادما أكثر وقالت مزنى الشهابي صديقة لأبو عقلة شيرين مصممة وفقدت والديها في سن مبكرة ولكنها عادت وحصلت على شهادة في الصحافة في وقت كان الصحافيون بالعالم العربي تابعين لحكوماتهم وأضافت كانت تعرف أن الأمور تتغير وواصلت عملها حتى أصبحت الحكواتية للقضية الفلسطينية وهي المرجع في العالم العربي وكل واحد في الشارع يوقفها ويحييها على شجاعتها وتصميمها وطريقتها المتميزة في وصف قصص الفلسطينيين لم يكن العرب قادرين على زيارة فلسطين لكن الشيرين أخذتهم إليها نشر الصحيفة وول سيتريت جورنال مقالاً للولتر راسل ميد قال فيه أن أزمة أوكرانيا تعطي إدارة الرئيس جو بايدن فرصة لإعادة بناء تحالف حيوي للأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط ويرى أن الرئيس فلسطينيين بوتين لم يحقق نجاحاً كبيراً ملحوظاً خارج منظومة الاتحاد السوفيتي السابق أكثر من نجاحه في الشرق الأوسط في الوقت الذي يحسب فيه بوتين خسائر حربه الفاشلة في أوكرانيا فإنه ليس من الواضح جداً إن كان سيحافظ على مكاسبه التي حققها في المنطقة بوتين استثمر أخطاء الأمريكيين مثل فشل الرئيس باراك أوباما بفضل تهديداته للنظام السوري حالة استخدام سلاحاً في الحرب الأهلية بما دفع روسيا للدخول إلى الشرق الأوسط والدفاع عن نظام بشار الأسد ضد معارضيه المحليين وكان النجاح قبيحاً ولكنه حقيقي وأثر على مكانة الولايات المتحدة وزاد من نفوذ روسيا على تركيا ودعم محاولات موسكو للوصول إلى الدول العربية الغنية بالنفط وأجبر إسرائيل على طلب الإذن من روسيا كي تقوم بشن غارات جوية ضد جماعات الوكيلة لإيران في سوريا إدارة بايدن قضى السنة الأولى في البيت الأبيض وهي تركز على أحياء الاتفاقية النووية مع إيران مما زاد من سوء الأمر ولم تلتفت أمريكا إلى رفض دول الخليج وإسرائيل للاتفاقية وكونها جزءاً من استراتيجية التوجه نحو آسيا وبدت نتائج هذه السياسة واضحة عندما فشلت محاولات الأمريكيين دفع إسرائيل لاتخاذ موقف قوي ومضاد لروسيا في أوكرانيا مثل محاولاتها الفاشلة لإقناع الدول العربية المنتجة للنفط زيادة معدلات إنتاجه لتقوية السياسة الأمريكية من أوكرانيا وتخفيض أسعاره بالتالي وكان هذا في شباط فبراير حيث بدأت الحرب تترك آثارها على روسيا وتضر بها في الشرق الأوسط وبالمقارنة تساعد أمريكا ووجه الضرر لروسيا نابع من عز بوتين على سحق أوكرانيا بشكل يجعله أولاً وأخيراً الطرف الخاسر وهو ضعف يعتبر إثماً لا يغتفر في سياسة الشرق الأوسط وفي كل يوم تفشر فيه روسيا بتحقيق تقدم واضح وفي كل يوم يبدو فيه الرد الغربي قوياً يظهر بوتين ضعيفاً وأمريكا قوياً وبعد من هذا يبدو أن الحرب تقدم جرعة من الواقعية المطلوبة لإدارة بايدن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عده كل من مايكل شوارتز ومارك سانتورا ومايكل ليفنسون قالوا فيه جميعهم أن الواقع الجغرافياً لحرب في أوكرانيا يشير إلى سيطرة الروس على معظم الشرق وفي تقرير من مدينة بوكورفيسك شرقي أوكرانيا قالوا فيه إن مضي ثلاثة أشهر تماماً على حرب تخللها التخليط المعيب والمعلومات الأمنية الاستخباراتية والبربرية والتدمير الوحشي إلا أن هذا أخفى ما حققته روسيا من مكاسب على الأرض تسيطر روسيا على البحر الأسود المنفذ التجاري الوحيد لأكرانيا على العالم وأسهم الحصار الذي فرضته البحرية الروسية في حربان كييف من التجارة وفاقماً من أزمة الغذاء العالمي ومهما يكون الأمر فالسيطرة على دومباس والغزب الروسي الناجح لجنوب أوكرانيا وضمه شبه جزيرة القرن عام 2014 سيعطي بوتين ورقة ضغط مهمة في أي مفاوضات لوقف النزاع هذا بالإضافة إلى العامل البحري الهام وسيطرة روسيا على البحر الأسود المنفذ التجاري الوحيد لأكرانيا على العالم فقد أسهم الحصار الذي فرضته البحرية الروسية في حربان كييف من التجارة وفاقماً من أزمة الغذاء العالمي وأشارت الصحيفة للشهادة التي قدمتها مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل دي هينز أمام لجنة القوات المسلحة في مجرس الشيو حذرت فيها من حرب طويلة يخطط لها بوتين وتحقيق السيطرة على أراضي بعيدة عن دومباس بما في ذلك خلق جسر برير مع الشاطئ الأوكراني على البحر الأسود لأن هينز حذرت من أن بوتين قد يواجه صعوبات في الحصول على هذه المكاسب بدون عملية تعبئة واسعة وتجنيد وهو أمر يتردد في عمله بالوقت الحالي ونظراً لتناقض طموحات بوتين المناطقية مع قدراته العسكرية المحدودة فقد قالت هينز أن الحرب يمكن أن تدخل في الأشر المقبلة مساراً من المحتمل أنه تسعدي ومن الصعب التكهن به مما يزيد من احتمالات لجؤ بوتين للخيار النووي شرين أبو عاقل وداعن ودع الفنان السوري عزيز أسمر الصحافية الفلسطينية مراسلة قناة جزيرة شرين أبو عاقل التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي من خلال رسم صورتها على جدران أحد المباني أو ما يعرف بالغرابيته ومنذ نحو عامين تماماً يواصل أسمر البالغ من العمر 35 عاماً ابن مدينة بنش التابعة لمحافظة إدلب السورية رسم أبرز الأحداث في سوريا وفلسطين والعالم على جدران المباني المدمرة جراء قصف القوات السورية التابعة للنظام متابعة ممتعة مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر